في الحقيقة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة اللي اهتمت بيها الدولة بشكل كبير باعتبار ان الرقمنة شيء أساسي في التنمية وتطوير الخدمات علشان كده تم اطلاق منصة مصر الرقمية اللي بتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في معظم القطاعات اللي بتمث بشكل أساسي كمان حياة المواطنة المصر بكل تأكيد يا أحمد خلينا تكلم عن اهتمام الدولة برقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية سنعرف كل هذه التفاصيل من دفن الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي سبع الخير رحضيك يا دكتور تهلا سبع الخير نورنا في سبع الخير يا مصر كل سنة وحضرتك تعالي وانت بالصحة والسلامة ومصر جميعا بخير سبع الخير يا دكتور في البداية حابين نعرف من حضرتك يعني اعتقد انه في هذا الملف تحديدا ملف الاتصالات يعني في وقت من الوقت مصر كانت بعيدة شوية عن انها تكون ضمن بخير نقول المراكز المتقدمة في هذا القطاع تحديدا لو هنتكلم عالميا هايزهرف من حضرتك التفرق اللي حصلت في مصر خلال السنوات الأخيرة حصلت ازاي وكنا فين قبلها الحقيقة لما نجي نتكلم على بناء مصر الرقمية انا اعتبرها انها حكاية وطن لشعب عظيم وقيادة حكيمة يعني اللي احنا اطعناها في اخر خمس سنين منذ ان اطلق في خمطة رئيس عفتاح السيسي مبادرة التحول والرقمي لبناء مصر الرقمية اطعنا شوت كبير جدا واحتلينا في المرتبة رقم واحد في افراقيا هل الكلام ده كان سهل؟ ما كانش سهل جدا لانه تكلف مئات المليارات من الجنيهات استوعب فرص عمل بعدة آلاف من الشباب وفي نفس الوقت خدمة جوت قوي جدا عشان نرتقي زي ما حالك تقولتي في مصاف الدول المتقدمة الحقيقة مرينا بعدة مراحل كان اول حاجة تطوير البنية التحتية الرقمية احنا كان عندنا من خمس سنين سرعة الانترنت تكاد تكون خمسة ميجا بيت بر ساكت النهاردة وصلنا الى خمسة وخمسين ميجا بيت بر ساكت يعني اكتر من عشر اضعاف دي خلتنا نحتل المرتبة الاولى افريقيا في سرعة الانترنت السابت طيب الكلام ده هي كلمة كده صغيرة لكن الكلمة الصغيرة دي خدت لها حوالي يمكن اكتر من مئتين مليار جنيه مش زرار يعني اكيد احنا كان في خطوات وخدت سنوات تبليه لان احنا كان كل الكابلات الناقل الاتصالات والانترنت في مصر او الغالبية العظمى منها كانت كابلاتنا حسين صحيح عشان تستبدل كل الكلام ده الى كابلات من الالاف الضوئية على مستوى مصر كلها خد سنوات وخد في نفس الوقت تكلفة عالية جدا دي اول حاجة هل احنا اكتفينا بكده لا احنا عندنا محافظات حدودية اطلقنا القمر السماعة طيبة واحد عشان يغطي سرعة انترنت فائج السرعة عريض النطاق المناطق الحدودية كلها عشان يبقى اي واحد مقيم في جمهورية مصر العربية سواء في القاهرة او في اي قرى او نجوع يقدر يتواصل مع الانترنت بسهولة اللي هي حتى تحلو الخدمات العقومية دي كانت اهم نقطة البنية التحتية الرقومية في البنية التحتية دي تحديدا يا دكتور عاوزيني اعرف ازاي ساهم المشروع القومي حياة كريمة في التسريع من وطيرة البنية التحتية اللي موجودة في كل محافظات وقرى وريف نصر كبير طبعا هي لو تسمح لي ابقى حجوبك على السؤال ده بس اكمل بقية المنظومة طيب هل البنية التحتية الوحدها كده تكفي طبعا لا احنا كان عندنا في القطاع الحكومي اكتر من مئة قاعدة بيانات متناثرة كل وزارة وكل جهة عندها قاعدة بيانات انشأت في يوم ما بتكنولوزية ما وكان هدفها ساعتها تؤدي الغرض بتاعها طب لما جم يعملوا حكومة رقمية تشاركية زكية ما عرفوش يربطهم ببعض ليه لان تكنولوجيات مختلفة كأنك بالزبط كده جاب عربية مركة معينة وجاب لها مطور عربية اصغر ده ما يركبش صحيح طب الكلام ده كله عشان اوحد قواعد البيانات دي كلها واربطها ببعض وخليها متكاملة واعمل عملية تنظيف للبيانات اللي فيها فيها المواطنين ممكن يكونوا توفهم الله ومازالوا موجودين كان ربطهم ده وتنقية البيانات دي خدت لوحدها حوالي سنة ونص الان انشأت قاعدة بيانات موحدة مؤمنة تخدم جميع الوزارات يعني اي وزارة عايزة تعمل اي حاجة تدخل على قاعدة البيانات دي ومش بس كده لو دخلت على المواطن على قاعدة البيانات دي من جهة وزارة الصحة اقدر اعرف كل بياناته الاخرى لو حبيت من ناحية التعليم من ناحية السيارات اللي يملكها المباني والشواء اللي يملكها وعاكسة تحت الرقم القومي الكلام ده مكانش موجود زمان طيب دي كانت مرحلة مهمة جدا ما انت بتجهز طيب طب الاهم بقى عملت قاعدة بيانات هتروح فين كان لازم تنشئ زي ما قال في خامة الرئيس من يومين لازم تنشئ مركز معلومات كبير كان عندنا زمان مراكز معلومات كتيرة جدا صغيرة في كل وزارة برضو انشأنا اكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الادارية الجديدة ده الواحده تكلف حوالي 16 مليار جني مبنى بس تحت عمق الارض حوالي 19 متر مؤمن ضد الزلازل والبراكين والحوادث الطبيعية ومئات السيرفرات اللي فيه مؤمنة بطرق سيبرانية ضد الاختراقات الالكترونية طب انت بتعمل ده ليه؟ عشان تحطي فيه قاعدة البيانات البيانات علاوة على التطبيقات الاخرى المنفردة لكل جيه حكومي الداخلية عندها حاجات معينة الصحة عندها التعليم عنده هم مشتركين في اجزاء معينة وكل جيهة لها ايه؟ جزء بتاعي نعم احنا كل ده بنبني لسه ما اشتغلناش طب المواطن فين؟ المواطن نحسس بالكلام ده لا لانه لسه ما استفدش زي ما حقا قلت بقى بنينا حاجة اسمها منصة مصر الرقمية كان زمان برضو كل جيهة حكومية عاملة ويب سايت او منصة خاصة بيها صحيب النهاردة قلت لا كل الجيهات دي المواطن بدل ما يتوزع على مية منصة اعمل له منصة واحدة يدخل بيها بالرقم القومي يقدر من خلالها يدخل على اي خدمات لأي جهات طيب منصة مصر الرقمية دي بنائها كلف وخدوقت طيب اتيح عليها 168 خدمة طيب واحد يقولي الخدمة دي انا بجيبها كده حطها جهزة لا ده الخدمات كانت زمان في الحكومة طبقا للقوانين ليها اجراءات نماذج المواطن يعبيها صحيح ويروح يدفع في الشباك الفلاني ثم مين يعتمدها وهكذا صحيح طيب عملنا عملية حاجة اسمها اعادة هندسة الاجراءات ده كله لازم يكون قوانين تتعدل في الدولة عملية اعادة هندسة الاجراءات دي طب فايدتها ايه؟ علشان تحول الخدمة قانونيا من ورقية الى رقمية وتخدها في خطوة واحدة كمواطن دي نقطة خدت مجهود كبير جدا من الفنيين بقى المبرمجين والمطورين وامن وسرية المعلومات واللي على الشبكات وغيرها طيب هل احنا كان قدامنا رفاهية الوقت؟ كنا ماشيين بالتوازي في كل هذا الكلام طب هل كان عندنا الموارد البشرية التكنولوجية الكافية؟ لا حقيقة ليه؟ عندنا الشباب الواعد كان بيطلع في الشبكات في الشركات العالمية بره طب كان لازم نعدي جيل جاهز من الشباب اللي عاملين في الحكومة والقادرين على تطوير البرمجيات من الشركات المصرية صحيح طورنا حوالي 250 الف شاب عشان يعملوا في المدن الزكية في مراكز المعلومات الحكومية وإيجاد فرص عمل غير تقليدية مع الشركات العالمية وقاعد في مصر طيب بعد ما عملت هذا الكلام كله كان لازم بقى إيه؟ تفكر في حاجتين لازم يكون عندك شبكة حكومية تربط جميع المواطنين مع بعض دي أول حاجة طب تربطهم بمين؟ بمركز المعلومات اللي في العصامة الإدارية الجديدة طب تربطهم بإيه؟ بجميع الخدمات الموجودة قدامك حال ليه؟ لإما كنت تعمل شبكة عن طريق شبكة الإنترنت وتريح نفسك وشبكة الإنترنت قابلة للاختراق السيبرانشي صحيح حتى في العالم كله لإما تعمل شبكة مغلقة على الحكومة المصرية ليه؟ عشان تضمن على اختراقها يعني أمن المعلومات ما يقرب من 100% تبدع حل مكلف جدا طب أعمل الحل ده إزاي؟ ده أنا عندي 35 ألف مبنى حكومي متنثرين في الوزارات والمحافظات والقرى والنجوع ما أنت عايز تربط جميع المصالح الحكومية والصحة والتعليم والتموين والجهات الأمنية والترخيص والبلديات وغيرها طيب كان لازم عشان تعمل الشبكة المغلقة دي لازم تربط المباني دي 35 ألف مبنى حكومي إحنا ربطنا منهم حتى الآن بكابلات فيبر أوبتيك حوالي 20 ألف مبنى حكومي ده كله تكلف طبعا المواطن العادي مش واخد باله من التفاصيل دي لكن هذا كلام كله تم بالتوازي لكن يحس بالخدمات يعني لما يجي بقى يستخدم هذه الخدمات المقدمة من خلال هذه المنصة بيحس بقى بيعرف الفرق طبعا هو النهاردة بقى الوضع اختلف ليه لأن المواطن بيدخل على منصة مصر الرقمية بيسجل نفسه مرة واحدة في الأول بسجل رقم القومي بتاعه ويختار كلمة سر خاصة به مع أي وقت من خلال كمبيوتر من خلال اللابتوب من خلال الجهاز المحمول التليفون يقدر يدخل يشوف المية تمانية وستين خدمة أنا عايزة أجدد ترخيص سيارة رخصة قيادة حاجة في التموين حاجة في التعليم حاجة في الصحة حاجة في الزراعة أدخل أخذ الخدمة طب احنا بقى هنا كمان ربطنا الخدمات دي بالبلوك لأن انت في النهاية انت هتاخد الخدمة للمقابل هتدفع مقابل الخدمة ازاي لازم تدفع لإما بطاقة بنكية اي ان كان نوعها أو من خلال بوابات الدفع الالكتروني الخاصة والحكومية الموجودة في مصر طب الكلام ده احنا وفرناه بحاجة سناها منقول عليه قنوات متعددة يعني ممكن معاك بطاقة بنكية ممكن ما معاكش تقدر تدفع عن طريق اي بوابة إلكترونية موجودة في مصر سواء حكومية أو خاصة أو حتى تدفع وقت استلام الخدمة لو ما معاكش حاجة خاصة طيب لو مش عايز هذا الكلام كله تقدر تروح مراكز تكنولوجية الحكومة عاملها أو ما يقرب من خمس تلاف مكتب بريد بيقدم نفس الخدمات اللي موجودة على منصة مصر الرقمية للناس كبار السن اللي مش عايز استعمل تكنولوجيا خاصة حابب لسه يروح ايه يتأكد بنفسه في مركز بس هو ما عندهش كمبيوتر ولا عنده انترنت على موبايل لا يقدر يروح ياخد نفس الخدمة الرقمية بس من مبنى طيب الكلام ده فايدته في ايه اولا قل الكثير جدا الفساد لان قضى على التعامل النقدي المباشر ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة بقت الهكومة عندها حوكمة للخدمات من الخدمات الاكثر شيوعا اللي اقدر انشرها من الخدمات اللي فيها عيوب معينة اقدر احسنها كمان رفع من تصنيف مصر عالميا في مؤشرات التنافسية العالمية سواء في مجالات تكنولوجيا المعلومات سواء في مجالات تكنولوجيا شكرا من قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الاكثر نمو طبعا هو حرك فتحت نقطة مهمة جدا قطاع تكنولوجيا المعلومات بيساهم بحوالي 5% من ناتج المحل الاجمالي في مصر اللي هو يقدر ب477 مليار دولار ومعدل النمو بتاعه حوالي 17% وده من اعلى المعدلات النمو في القطاعات الاقتصادية دكتور يعني خلينا نوضح لستدر مشاهدين ازاي بيساهم قطاع التصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المعدل يعني ازاي بيشارك باي او بيساهم باي الله ينور عليك يا استاذ بجمال اولا احنا عندنا مثلا في العالم كله ما بقاش كل دولة او كل شركة عالمية بتعمل كل حاجة وبقى عندنا مصطلح جديد اسمه الاوتسورسينج او التعهيد ما معنى ايه مثلا يعني اني نقرب للمشاهد الكريم انا عندي سيارة بحب سوق لكن فيه واحد تاني بيحب يجيب سائق يسوق له طب سائق يسوق له ليه هو يعني عهد مهنة السواقة لهذا الشخص ايسهله حركته وممكن ينزل في حطه هو يركن وهكذا طب فيه شركات عالمية النهاردة وجدت ان الاعمال اللي بتقوم بيها عملية مكلفة لها وصعبة ولو وديتها الحد تاني هيقوم بيها بنفس الكفاءة او اعلى باقل تكلفة فمصر بقت جزء من الدول الجاذبة لصناعة التعهيد بمعنى ايه انقرب الناس الناس كتيرة في مصر بتقول كلمة تعهيد الكول سنترس نوضح مصطلح التعهيد تعهيدا لناس مثلا اسهل حاجة في مصر نوع عليها الكول سنترس شركات كتيرة جدا من الشركات في اوروبا بدل ما كان مركز الاتصال الرئيسي للشركة دي لملايين من البشر في اوروبا عشان يبلغ عن عطل او يبلغ عن حاجة كان بيشتغل فيه ناس في اوروبا بكمبيوترز في اوروبا تكلفة عالية جدا عشان العمالة نفسها عشان العمالة غالية والاماكن للاجارات غالية ولو حتى حتى خدت عمالة من دول الشركة الاوسط هناك طار تسكنهم وتأكلهم وهكذا فبتيجي تقول ايه انا اعمل هذا المركز مثلا في مصر في المنطقة الخاصة بالكول سنترس في المعادي او في القرية الزكاية يعني التعهيد هو زي ما نقدر كلمة العمالة يعمل لك الخدمة نيابة عنك ده جزء منها بس لسه ما كملناش طب انت عندك النهاردة مراكز التعهيد في مصر دي للشركات العالمية بيشتغل فيها ما يقرب من 34 ألف شاب وشاب مصري طب هم ليه اختاروا مصر على فكرة دولة الاولى في التعهيد في العالم الهند بتحتوي او بتستحوز علي حوالي 60% من مراكز التعهيد لان الغالبية العظمى من مراكز التعهيد استعمل للغة الانجليزية طب ليه مصر بقى يليها لان مصر خريجين كليات الألسن والأداب باللغات المختلفة مراكز التعهيد عندنا بتشتغل بحوالي 10-12 لغة فانت عندك مراكز التعهيد جاي من الصين لان عندنا شاباب بيتكلم صين وجاي من فرنسا وجاي من انجلترا وجاي من ايطاليا وجاي من ألمانيا لان عندنا اللي مش موجود عند دول تانية اللي هي العنصر البشري المؤهل علاوة على سرعة الانترنت اللي قلنا عليها الصبح بقت 55 ميجابيت برساك لو انا لسه شغال على السرعة القديمة ما كانش حد هيجيلي صحيح ده ما انت معندكش انترنت فقاك الصرعة يبقى لو مواطن عايش في فرنسا بيستفسر في شركة فرنسا مش هيجيلك انت لكن النهاردة لو مواطن فرنسي بيستعلم من مركز فرنسي اللي معين المركز ده انتقل إلى العاصمة الإدارية أو مراكز التعهيد أو في المعادي أو في القرية الزكية حيرد عليه شاب أو شاب قاعدة هنا هو هناك مش واخد باله ان حد بيرد عليه من مصر صحيح مراكز التعهيد تتحدث عنها دي تتبع وزارة التصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن الجزء التاني منها بقى ده كله كان ده الجزء بتاع الكول سنترز اللي مصر متفردة بيه تب الجزء التاني ايه؟ تطوير البرمجيات في شركات كبيرة عالمية في تطوير البرمجيات لو عينت مبرمجين عندها وداتهم سكن ورواتب وا 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 مكلف جدا يقولك انا انشئ مركز تطوير البرمجيات في مصر واستقطب الكفاءات المصرية تشتغل عليه برواتب تاخدها من اوروبا طب هو احد يقولك طب ما ياخدني عنده اسهل لا لانه حيديك سكن حيديك عمالة حيديك تأمين صحيح حيديك اقامة لا انت قاعد عنده هنا وشغال 24 ساعة كأنك بنفس التوقيت وتأخذ مقابل حدر وتكلفة اقل لصاحب الشركة او الجهة المعنية وفي نفس الوقت يعني اولادنا واخواتنا المستفيدين هنا بياخدوا راتب هو نفس الراتب بتاعه في اوروبا ما هي دي بقى ان انت ترجع تاني يا سرحمل لو ما كنتش طورت البنية التحتية الرقمية ما كانش حد هيجي لك ليه لان انت لو ما عندكش انترنت فاك الصرعة ما دربتش الناس بتوعك على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة ما كانش حد هيجي لك طب الوزارة بتعمل ايه النهاردة كمان وزارة تكنولوجيا المعلومات الحقيقة بتتعاون مع جهات مختلفة في الدولة بتؤهل الشباب المصري الحصول على فرص عمل مستقلة في مجالات تطوير البرمجيات وقعته مصر النهاردة القطاع اللي مش عايز يشتغل في الشركات عايز يشتغل من بيته بس هو مبرمج شاطر يقدر يشتغل على هذا الكلام لان فيه في العالم ما يقرب من اربعة مليون واحد مش عايز يشتغل في الشركات هما الفيلانسر يشتغل من البيت لكنه احنا النهاردة طبعا لازم اهله لازم يكون عنده تالنت عنده امكانيات زكية جدا عشان ياخد الوظيفة دي او سركة عالمية تديله الفرصة دي طبعا عندنا القدرة يا دكتور على تصدير البرمجيات المدمجة طبعا برضو ده نقطة تالتة احنا عندنا النهاردة انت عارف البرمجيات المدمجة اللي هي ايه فيه برمجيات مفتوحة اللي هي الحاجات الخاصة بشركات كلها يعني مثلا عندنا ده مش اسم تجاري ولا حاجة عندنا قاعدة بيانات مشهورة اسمها ERB Enterprise Resource Planning التخطيط المؤسسي لأي مؤسس اللي هو يسمى لإيه قطاع الموارد البشرية والمخازن والحسابات والميزانيات والمشتريات والدعاية كل حاجة في المؤسس لأي مؤسسة في الدنيا لو جابت هذا النظام تعمل كل حاجة فيها ما بتجيبش بقى نظام موارد البشرية لوحده ومخازن لوحده حسابات لوحده فيه سيستم أو نظام متكامل ده نظام متكامل موجود منه أنواع كتيرة بقى مركات مختلفة لكن هو اسمه العام كده طيب البرامج المدمجة اللي حق قلت عليها بقى اللي هي برامج بتدمج مع آلات معينة عشان تدي وظيفة معينة يعني مثلا فيه أجهزة كتيرة جدا أجهزة طبية هو جهاز طبي إلكتروني لكن فيه برمجيات دخلة جواه هي اللي بتخليه يقيس الوظايف اللي بيعمل كل الحاجات اللي فيه غرف مثلا الرعاية المركزة اللي بتقيس النبضات وكل الكلام ده فيها برمجيات مدمجة لا أنا ما بقول اللي انت رايح بتعمل حاجة يقولك ده محتاج مثلا تحديث للسوفت وير أو للنظام بتاع التشغيل طبع إحنا بقى عندنا هذا الكلام النهاردة بقى عندنا مجموعة من الشركات اللي عملت نصانعها في مصر وحطت فيها وبتنتج فيها بقى البرامج المدمجة من خلال شباب مصر إذن إحنا النهاردة الدولة لما بتعمل العمل المتكامل ده اللي أنا بسميه بناء مصر الرقمية وهو فعلا حكاية وطن لأن النهاردة الوطن ده إذا لم يقام على قصص تكنولوجية حديثة لأنه هو ده اللي حيرفع الاقتصاد لما فخامة الرئيس يقول أكتر من مرة إحنا عايزين نصدر بمئة مليار دولار طب مئة مليار دولار أنا مش هصدر منتجات زراعية وصناعية بس صحيح لا ده تصدير البرمجيات صدر تكنولوجيا أكتر بكتير جدا من تصدير والقيمة بتاعته الفاليو أعلى بكتير لأنه النهاردة أنت النهاردة متخيل أن الاقتصاد العالمي حجمه مية وخمسة تريليون دولار أخذ بالك إحنا اقتصادنا قول تقريبا نص تريليون وده حاجة إحنا رقم واحد في أفريقيا على فكرة صحيح بحجم الناتج المحلي الإجمالي يتساوى معنا نجيريا لأنها عندها بترول كتير قوي لكن أنت النهاردة مصدر للمنتجات الرقمية والأجهزة الإلكترونية اللي فيها برمجيات مدمجة هو ده اللي حيخلينا نوصل بقفزات عالية جدا في الناتج المحلي الإجمالي وحنقلل يعني معدلات البطالة حنزود الدخل على مستوى الفارق وعشان كده هو دي قصة النجاح على مدار خمس سنين قدرنا أن احنا نشتغل ونصلح كمان يا جمالي رقم واحد في إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت صحيح لكن هي سرعة الإنترنت زي ما حضرك قلت يا دكتور هي سرعة الإنترنت كانت أهم عامل نشتغل عليه مبدئيا عشان نقدر نحن نمشي هذه كأنها القاعدة الأساسية اللي حبني عليها بعدين تأهيل الكوادر البشرية الشباب اللي موجود دلوقتي وبالمناسبة فيه مبادرات مهمة جدا طبعا على حتى تابعة لوزارة الانتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى للشباب الصغير من أول وهم في المدرسة صحيح لحد حتى بعد ما يقول حتى خلص الجامعة وحد بيدور على فرصة شغل يقدر يلتزم بالبرامج دي وبعد كده بيلاقي فعلا فرص شغل أيا كان عمره وأيا كان دراسته اللي هو دراستها قبل كده فدي زي ما حدريك تقول فعلا فكرة أنه إيجاد فرص عمل وإيجاد دخل حتى بعملة أجنبية فدي يعني كل دي نقاط مهمة جدا ومن غير أصلا فكرة حتى الاقتصاد الرقمي وإذا احنا ندخل هذا المجال ما كانش يبقى فيه استثمارات هنبقى خارج يعني العالم تقريبا أزود نقطة بس سريعا جدا إحنا النهاردة دخلين في عصر كبير قوي إحنا حجم التجارة الإلكترونية في مصر الوحديها النهاردة حوالي 30 مليار دولار طيب ده بيجي منين؟ لأن إحنا النهاردة دخلنا الجامعات الرقمية أنشأنا كليات الزكاية الاصطناعي كليات النانو تكنولوجي الكليات الرقمية مدينة المعرفة الجامعات الرقمية كل ده اللي هيخرج خارج النهاردة أصبحنا دكتور متصلين بالعالم من حولنا أعتقد اللي احنا عمرنا ما هننهض عمرنا ما هنكون دولة عظمة دولة حديثة متقدمة دون وجود تكنولوجيا متطورة ودون استخدام واعتماد على الإنترنت بنشكر حراكة لدكتور عبد الوهاب جنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي شكرا جزيلا المشاهدين الكرام